أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند هنتكلم فيها عن ثلاث موضوعات لكن أبرز موضوع معايا في هذه اللحظات الحديث عن مشاركة الأهل في كأس العالم مالي الأندية ومن النهاردة نبدأ نتكلم عن هذه البطولة الكبيرة اللي بالتأكيد النادي الأهل هيشارك فيها للمرة السبعة وهو رقم قياسي بالنسبة لبطل إفريقيا الكابتن محمود الخطيب منذ لحظات قليلة أعلم فيه تصريحات رسمية تفاصيل مهمة جدا بخصوص مشاركة الأهل في هذه البطولة في البداية شكرا للإمارات الشقيقة مصلحة مصر أولا ثقتي في لعب الأهل كبيرة وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل الشكر والتحية لدولة الإمارات الشقيقة على الاهتمام وحفاوة الاستئبال لبعثة الأهل التي وصلت مطار أبو ظبي مساء أمس للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تجرى فعاليتها خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير وقال الكابتن الخطيب أن هذا الأمر ليس بجديد على الأشقاء الذين تربطنا معهم علاقات تاريخية يعتز بها الجميع على مر العصور وأضاف أن أقامة بطولات عالمية في الإمارات الشقيقة يعكس نجاحتها الكبيرة في تنظيم المناسبات الرياضية السابقة لسيما أنها تملك بنية تحتية رائعة وكوادر متميزة وعن مشاركة الأهل في هذه النسخة من كأس العالم للمرة السبعة قال الكابتن محمود الخطيب أن ثقة كبيرة في لعب الأهل الذين سيشاركون في البطولة وأن أي لعب يرتدي تي شيرت النادي في أي مناسبة أيا كانت الظروف سوف يبزل أقصى ما لديه لرفعة اسم الأهل والحفاظ عليه وأن النادي الأهل ومسؤولي في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى وأن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج وأشار إلى أن الجهاز الفني وكل منظومة العمل يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاطقهم وقادرون على تحقيق المعدلة الصعبة وإسعاد جماهير الأهل الجزء اللي جاي ده مهم جدا رفض الكابتن محمود الخطيب الحديث عن فقدان الفريق للاعبيه الدوليين الذين يشاركون حاليا مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية وقال إن النادي حينما علم قبل فترة بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة وتم مخطبة فيفا والكاف وكبلهما الاتحاد المصري لقرة القدم للإطلاع بمسئلياته في هذا الشأن وبعد اتصالات مكسفة حين ذاك أعلن رئيس الاتحاد المصري لقرة القدم وقتها أن المنتخب سوف يشارك في كأس الأمم بكل لعبيه وأن الأهل سيشارك في بطولة العالم للأندية بكافة لعبيه ولن تكون هناك مشكلة لكن في النهاية تفاجأنا بتعارض موعد البطولتين وحدث مع حدث وبالتالي كان قرار النادي الأهلي سابقا لكل شيء بأن مصلحة مصر أولا وأنه أي الكابتن الخطيب سبق أن أعلن عن ذلك في وسائل الإعلام وأضاف أنه عندما ينجح لعب الأهلي في رفع اسم مصر ويساهمون مع زملائهم في الفوز ببطولة الأمم الإفريقية بالتأكيد هذا الأمر يسعد كل أهلاوي لأنه كما قال في السابق مصر أولا وجماهير الآله هي أول من تساند منتخبات بلدها والنادي الأهلي سيظل هو الدعم الأول للمنتخبات القومية في كل الظروف دي كانت تصراحات مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب مع بداية العد التنازلي لمشاركة الآله في كأس العالم للأندية والتأكيد على بعض المفاهيم والمعاني خلال الفترة السابقة بإذن الله كمان إن شاء الله النادي الأهلي قدر الإمكان هيلعب في البطولة عشان يحقق نفس النتائج وإن كان ممكن يكون فيه الأفضل خلال الفترة اللي جاية طبقا لتصراحات الكابتن محمود الخطيب وبالتأكيد نجاح لعيب الآلي في بطولة الأمة الأفريقية مع منتخبنا الواطني ده هيدي حماس وامور إيجابية إن شاء الله مع مشاركة الآلي في كأس العالم للأندية أما عن استضافة الأشقاء في الإمارات لكأس العالم الأندية ده مش جديد عليهم دولة الإمارات العربية المتحدة جهزة لاستضافة كأس العالم للكبار لقرة القدم للمنتخبات وكدولة الإمارات تحديدا وكل الإمارات في دولة الإمارات جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث القروية وبالتأكيد النادي الأهلي أكنه موجود في بلده مصر وهو موجود بالتأكيد في بلده الثاني جمهير النادي الأهلي بالتأكيد كمان تصنع الحدث فبإذن الله إن شاء الله تكون مشاركة مميزة